شكرا لكم مشاهدين وكل متابعين مباشرة نتابع هذا التراث من جبال النوبة ونعود منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردوفان تعج بفنون شعبية متنوعة وفقا لتعدد وتنوع القبائل ربما لطبيعة المكان ذات المناخ المتنوعة والجبال المنتشرة في معظم مساحات المنطقة أثر في تكوين مزاج السكان وإقاعات فنون التراثية المختلفة والتي لا تكاد تبتعد كثيرا عن بعضها البعض تتميز الألعاب الشعبية عند قبيلة طبق بالحركة والإقاع السريع الذي عادة ما يصاحبه رقص جماعي من قبل الرجال والنساء معا داخل حلبة الرقص وتحسهم على التمسك بتقاليدهم الموروسة سيما وهم كانوا حكاما في غابر الأزمان قبيلة طبق التي تنتمي إلى مجبوعة الأجان هي إحدى مجموعات القبائل النوبية التي كانت تسكن في الولايات الشمالية والدليل على ذلك لا زالت لهجتهم تحمل تراث الممالكة النوبية التي نشأت هناك في فترة تاريخية تمتد إلى عهد الفراعنة وحضارتهم التي تفتقت فكانت الإهرامات التي بيزتها عن غيرها وصجلت ثقافتها بأحرف من الهيروغلوفية على جدار التاريخ الإنساني سكنت الأجان بعد هجرتها القصرية من الولايات الشمالية في منطقة سوبا الحالية إضافة إلى جزيرة توتي وكذلك جبل الأولياء وأسماء المناطق المذكورة لها معاني في لغة الأجان بيد أن العهد العربي أدخل عليها بعض التعديلات فكانت سوبا بدلا من شبكي والبركل بدلا من بركلي وهكذا تتحد اللهجة النوبية في جبال النوبة مع لهجات المحس والدناغلا والكنوز وغيرها من القبائل النوبية في شمال السودان هناك تقاليد تمارس في عياد الحصاد والأفراح والمناسبات الاجتماعية عموما وتفرد لها أغالي خاصة تمالها وقتا خاصا سيما ما يطق عليه محليا بالسبر الذي يعد له إعدادا جيدا من حيث الملبس والأكل والشرب فهو بمثابة عيد عند هذه القبائل وتحضره بجموعات كبيرة من أبناء القبيلة والقرى المجاورة في مناطق السودان المختلفة في تقاليد الزواج تقدم الخراف كإعلان لخطوبة البنت عند قبيلة طبق وفي يوم الدخلة تصنع الوليمة من بعض الحبوب الغذائية التي تزرع في المنطقة وهي متوافرة بكميات كبيرة وثم تاغني بمصاحبة الحكام وللنقارة أو الطبل صولات وجولات في قرية طبق ولطالما تشهد ضرباته ولغماته على تقاليد قديمة ظل جزءا من طريقها في المنطقة ويبقى التراث الشعبي المتميز جزءا من تاريخ القبائل المتعددة والتي من اختلفت في بعض ثقافاتها ولهجاتها إلا أنها جميعا ترجع إلى أصول واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر